النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون كما كان متوقعا فقد بدأت بالفعل حالة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على أجزاء نواسعة من المنطقة مع ساعات ليل أمس تركزت الحالة على أجزاء نواسعة من السواحل وشمال غرب البلاد ووسطها وأجزاء من الجزيرة على شكل هطولات مطرية رعدية متفرقة تأتي هذه الحالة بعد مشيهة الله تعالى بفعل كتلة هوائية باردة نسبيا دعمت مخفضا جويا سطحيا حراريا ناتجا عن دماج مخفض البحر الأحمر مع مخفض جويا خمسيني كنا قد تحدثنا عنه في نشرات سابقة تدوم هذه الحالة حتى ساعات مساء الخميس ثم نتأثر بمرتفع جويا في طبقات الجوي كافة يبدأ مع ساعات نهار الجمعة بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحليل لتوزع الضغوط الجوي في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون طقس اليوم الثلاثاء غائما إلى غائما جزئيا تكون الفرص مهيئة لزخات مطر متفرقة رعدية من وقت لآخر على مناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسط والجنوب وأجزاء من الجزيرة تصبح الهطولات المطرية الرعدية عنيفة وقوية على مناطق الجزيرة وخاصة شمال دير الزور وجنوب الحسكة مع ساعات عصر هذا اليوم تسجل درجات الحرارة خفاضا ملحوظا لتلامس 19 درجات مئوية نهارا وأتصل ليلا إلى 8 درجات مئوية تبقى حركة الرياح غربية لكنها تنشط بشكل ملحوظ عند 30 كم في الساعة بالنسبة لطقس الأربعاء لا جديد على الحالة الجوية المتوقعة نهار الثلاثاء حيث تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على المنطقة على شكل أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرص أمطار رعدية في الحقيقة ستكون فرص الهطولات المطرية سانحة خاصة مع ساعات مع بعض الظهر والعصر حيث توقع أن تكون الهطولات رعدية على مناطق الجزيرة والشمالية الغربية وأجزاء من الوسط والجنوب توالي درجات الحرارة خفاضها نهار الأربعالي تسجل 16 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 7 درجات مئوية حركة الرياح تبقى غربية عند 25 كم في الساعة نهار الخميس تستمر الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرص زخات مطر الرعدية وخاصة خلال الساعة ما بعد الظهر على أجزاء واسعة من البلاد تحافظ درجات الحرارة على قيمها المسجلة عند 16 درجات مئوية نهارا وأتصل ليلا إلى 7 درجات مئوية حركة الرياح تبقى نشيطة عند 25 كم في الساعة في التوقعات متوسطة وبعيدة مدى نتوقع بإذن الله تعالى أن تبدأ المنطقة بالتأثري بمرتفع جويا سطحي مدعو من علوية بكتلة هوائية دافئة اعتبارا من ساعات نهار الجمعة يتعمق هذا المرتفع ويصبح تأثيره أوضح مع منتصف الأسبوع لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق تطورات حالة جوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون ترجمة نانسي قنقر